في فصل جديد من فصول المواجهة بين سلطات التركية والإعلام طلب مدعي تركي عقوبة السجن خمس سنوات لصحفيين يعملان مع واكلة بلومبرغ للأنباء في تركيا المدعي التركي علل طلبه بنشر كاريم كراكايا وفرقان لينكليتش مقالاً عام 2018 عن انهيار الليرة التركية وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وشملت اللائحة اتهامات بالإساءة للاستقرار الاقتصادي في تركيا على أن تعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في العشرين من سبتمبر المقبل وفي رد على لائحة الاتهامات أدانت وكلة بلومبرغ عبر رئيس تحريرها الاتهام بحق مراسليها في تركيا مؤكدة أن تغطيتهما اتسمت بالإنصاف والأمانة مجددة دعمها لصحفيها في محنتهما التركية كما ذكرت وكلة الأنباء أن المدعين اتهموا ستة وثلاثين شخص آخرين بتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على القصة باعتبار أنها تنتقد اقتصاد أنقرة الاتهامات لسلطات التركية بضيق الصدر ليست جديدة وغالبا ما تندد منظمات الدفاع عن حرية الصحافة بحملات اعتقال منتظمة تطال الصحفيين شهدت ذروتها بعد محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016 التي قادت إلى سلسلات اعتقالات لنحو سبعين ألف شخص وحسب تصنيف حرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية لعام 2018 احتلت تركيا المرتبة 157 من أصل 180 طلعت موسى العربية